لأول مرة منذ عام تجاوز سعر براند 60 دولاراً للبرميل مدعوماً بتفاؤل المستثمرين الحذر حول عودة الطلب العالمي على الخام مع بدء التعافي تدريجي للاقتصاد من تداعية كوفيد-19 الحدث الأسوأ في تاريخ أسواق النفط عوامل عدة ساعدت على هذا الأداء الإيجابي الذي انطلق بجهود أوبيك بلوس للحفاظ على توازن الأسواق من خلال خفض الانتاج الذي بدأ العام الماضي وساهم بخفض الإمدادات العالمية بنحو مليار وتسعمائة مليون برميل للفترة منذ مايو وحتى نوفمبر بما يتماشى مع سياسات الإغلاق العام وتراجع الطلب خصوصاً في قطاع النقل سياسة انخفضت معها مخزونات OECD في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية فإن المخزونات العالمية هبطت بنحو 300 مليون برميل منذ تفعيل اتفاق أوبيك بلوس سيضاف إليها 82 مليون برميل أخرى مع نهاية ربع الحالي لتصل المستويات إلى متوسط الخمس سنوات بحلول أغسطس نظرت أوبيك بلوس متفائلة بشكل أكبر مع تسريع عمليات التلقيح العالمية وعودة الطلب للارتفاع من أسيا فتقريرها الأخير يشير إلى أن عجز سوق النفط سيبلغ ذروته عند مليون برميل يومياً في مايو المقبل ومخزونات الخامسة طهبت إلى أقل من متوسط خمس سنوات بحلول يونيو فيما من المتوقع يبلغ طلب العالمي على النفط 97 مليون وتسعمائة ألف برميل يومياً في ديسمبر 2021 وقد يكون العام الحالي أفضل عما سبق بالنسبة لشركة النفط والغاز العالمية بعد تكبدها خسائر فادحة العام الماضي مع عودة أسعار الخام للارتفاع وتقدير صندوق النقد الدولي نمول اقتصاد العالمي بـ 5.5% خلال العام الحالي وبـ 4.2% في 2022